ازايكم عاملين ايه؟ انا رندل فزاري فنية تشكيلية دي قناتي لتعليم الرسم والاشغال يدوية لا اول مرة يتابعني او لسه مش عامل سبسكرايب للقناة يلا اشيركم في القناة وفعلوا الجرس ونحصل لكم كل فيديوهات الجديدة لا اتمنى طبعا نهايةكم بتفيدكم درس النهاردة لزيز جدا طبعا الناس المتعودة بتشوف فيديوهاتي عارفين ان انا لازم احط كتلة كده سريعة عشان اعرف مكان الحاجة بتاعتي موجودة فين في الصفحة وزا كانت مزبوطة او لأ قبل ما ابدأ احط التفاصيل ودي من الحاجات المهمة جدا المفروض كلنا نعملها هنرسم النهاردة رسمة زريفة ولزيزة وان شاء الله هتعجبكم هنرسم المهرج او الكلاون بخطوب بسيطة جدا انا مش مسرعة الرسم في التحبير عشان اللي حابب يمشي معايا خطوة خطوة تقدروا تشوفوا الرسمة الاخر برحقه خالص بعد كده تقدروا تعيدوا الفيديو من الاول وتمشي معايا خطوة خطوة عشان تقدروا تستفيدوا اقصى استفادة من الفيديو وتقدروا ترسموا الرسمة صحة هنا رسمنا الانف بتاعة المهرج وعنيه والبق بتاعه اللي دايما هو مميز بيه بخطوب بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نقفل دايرة الوش الشكل ده وهنحط له مثلا الطاقية طبعا انتوا هترسموا الاول بالرصاص ولما تطمنوا ان الرسمة كلها تمام تبدأوا بعد كده تحبروا او تلونوا زي ما تحبوا انا بس بعمل لكو بالحبل عشان تقدروا تشوفوا الرسمة كويس والخدوط تبقى باينة عشان الناس كتير اشتاكد ان الرصاص اقوقات مش بيبقى باين قوي في التصوير شعر المهرج بقى ليه اكتر من شكل احنا النهار دا هنعمله كده مجرب بس ايه زي شخبيد شخبيد او زجزاج كده بطريقة بسيطة دي من الحاجات برضو اللي بتبقى مضحكة قوي او بتبقى شكلة لذيذ قوي في المهرج البيبيون الكبير اللي بقى لابسه هنعمله برضو بشكل بسيط خالص طبعا الناس اللي بتبقاني من زمان ما شاء الله رسموهم بقى جميل قوي عن الاول اللي بيتابعوا الدروس وبيطبقوا وببعتولي على الفيسبوك او التليجرام بقى ممسوطة جدا 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 بطبقاتكم للدروس وببسط لما بتبعتولي واستنوا كمان في مفاجأة في اخر الفيديو هقولك عليها هنبدأ بقى نعمل ايد المهرج ممكن نعمل كده لا نعمل جسمه الاول هنبدأ الجسم بتاعه طبعا هو بيقلبس حاجات هنلبسه برضو للحملات دي وهوريكو بقى هنعمل بها ايه هنبدأ نرسم البنطلون بتاعه بسوا خطوط كده بسيطة طبعا لما بنحط الكتلة بتاعتنا في الاول او بنرسم الشكل كده بالرصاص بقلم خفيف في الاول ده بيساعدنا ان احنا لرسمتنا تبقى مزبوطة ومنجيش مثلا نرسم الرجلين نلاقيه ما فيش مكان في الصفحة فنتطر ان احنا نصغرها او نقصرها احنا هنا البنطلون بتاعه طبعا واسع وهيقع منه فهنخلي الحمالات دي تمسك البنطلون بتاعه ده هيخلي شكله الاز بكتير شايفين شكله بقى لذيز ازاي نكمل بقى ايه البنطلون بتاعنا اه كمان بيبقى لابس شوز كبير قوي انا هعمله بالشكل ده عشان يبقى سهل بالنسبة لكم خالص بس كله حاجات بسيطة اتفرجوا على الفيديو زي ما قلتلكم وبعد كده شغلوه من الاول وابدقوا اشتغلوا معي كده خلصنا الجسم نبدأ بقى نعمل الادين ممكن نخليه كده شايل حاجة نعمل مثلا شايل البلالين رأيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والادة الثانية ممكن نعملها مفروضة كده عادية نعمل رسم البلونات سهله خالص نعمل مسلس صغير وبعد كده نعمل شبه بيضاوي كده بسوا بالشكل ده بسيطة جدا 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 وطبعا عشان الرسمة تبقى احلى هنعمل تداخل يعني مثلا بلونا مستخبية ورا بلونا وبلونا قدام بلونا بلونا صغيرة وبلونا كبيرة ده بيدي الرسمة شكل احلى نرسم كمان واحدة صغيرة هنا وواحدة بقى مستخبية وراهم ممكن نعمله هنا بقى زرارين كبار كده البنطلون بقى ممكن تعمله باي شكل ممكن تقسمه كده خطوط زي ما انا هعمله ممكن نعمله دواير مسلسات نعمل في ورد نعمل في بقى لون طبعا ما فيش قعدة معينة يعني تقدروا تعمله زي ما انا بعمله وتقدروا كمان تعمله بالشكل اللي انتو تحبه نفس الكلام في البلونات انا هزينها بشكل تقدروا انتو تزينوها زي ما تحبوا طب كمان برضو تعمله بالالوان اللي انتو تحبوها انا هنا هعمل مثلا قلوب صغيرة ودي مثلا هقسمها كده خطوط اه دي دواير ودي مثلا ممكن نعملها نجوم ممكن طبعا كمان تسيبوها سيدة ما فيهاش اشكال بس الاشكال دي بتديها اه شكل احلى يعني وكمان في التلوين هتبقى امتع بالنسبة لكم نيبقى فيها تفاصيل كده اشتركوا في القناة كده خلصنا الشخصية هنبدأ بقى نعمل الجو اللي حواليه والخلفية ممكن نعمل ورد دي كده احنا خدنا طبعا مع بعض اول درس في تعليم الرسم للاطفال خدنا ازاي نرسم اشكال الورود باشكال كتير جدا تقدروا ترجعولو لو ما شفتهوش قبل كده درس ممتع قوي وهتبستو بيه هنعمل الوردة البسيطة دي عبارة عن دايرة وهنبدأ نرسم البتالات كده حواليها بالشكل البسيط خالص ده برضو تقدروا ترسموا اي وردة او شكل وردة تحبوه وزي ما قلتلكم تقدروا ترجعوا لدرس رسم الورد وترسموا الورد اللي يعجبكم هنرسم لها واحدة كمان صغرنانة من هنا وزي ما قلتلكم تقدروا ترجعوا لدرس رسم الورد والورق بتاع الورد كده بس انا دخلت وراء الشوز ازاي بحيس ان ايه يبقى فيها داخل كزا ما قلنا في البلالين ده بيدي شكل طبيعي اكتر للرسمة وتبقى احلى كمان حاجة مغطية حاجة او حاجة وراء حاجة شايفين ازاي وهنعمل وردة كمان ناحية تانية هعملها لكم بقى شكل مختلف برضو دايرة وبعد كده نبدأ نعمل بقى الورق بتاعها طويل كده ورفاية طبعا مفيش اسهل من كده نبدأ نعمل بقى الوردة كلها كده عملنا الورد الجزء اللي تحت ده ممكن نعمل فيه ورود صغنانة كده اهو دايرة وحواليها بقى ايه الورق بتاعها بشكل بسيط خالص تقدروا تخلوها عشاب بس او تلونوها بلون اخضر بس ازا انا حبيت كده برضو بقى فيها تفاصيل كده بسيطة ترجمة نانسي قنقر بس كده هنيجي بقى اخر حاجة هنعمل آآ السامة بتاعتنا نقدر نعمل آآ شوية سحاب خدنا برضو درس للسحاب بس رسم السحاب ورسم الشمس آآ باشكال كتير جدا ده شكل منهم ده شكل بسيط وفي نفس الوقت بدينا شكل حلو نخليها تعدي من ورا ببلالين كده وهنرسم بقى كده واحدة وممكن نرسم كمان بقى شمس معيهم زي ما قلتلكم في درس لاشكال الشمس تقدروا ترجعولو كلها اشكال بسيطة خالص وكلها جميلة اشتركوا في القناة هنعمل سحابة هنا كمان انا بحب تفاصيل كتير بحيث في التلوين ما تلاقوش عندكم مساحات كبيرة فضية تزهقوا انتو بتلونوها عشان عارفة انتو تزهقوا بسرعة وخلاص مش عايزين تكملوا تلوين او تلوينوا بشكل مش حلو لان مساحة كبيرة قوي فكده بيخلي عندكم مساحات صغيرة شوية هنبدأ بقى نمسح الرصاص اللي انا كنت عاملاه في الاول همسحه كله ونضفه وبعد كيان نبتدي تلوين مع بعض قولولي ايه رأيكم في الرسمة بقى لما خلصت وطبعا زي ما انتم متعودين انا لتلوين بداية ببقى مسرعة جدا عشان ما طولش بس عليكم الفيديو كفاية قوي للشرح وطبعا طبعا طبعا من اهم الدروس اللي لازم نشوفها درس ازاي نلوين صح هيوريكم ازاي تلوينه مصبوط ازاي تستخدموا اللون ازاي تدخل اللون في بعض درس مهم جدا سواء انتم صغيرين او كبار من الدروس المهمة قوي اللي لازم لازم تكونوا شايفينها لو انتم قوي مرة تابقوني ومشوفتوش الدرس ده لازم ترجعوا تشوفوه هتلاقوا كل الدروس دي في القايمة الخاصة بتعليم الرسم الاطفال هتلاقوها كمان الدروس دي موجودة على جروب الفيسبوك وصفحة الفيسبوك وجروب التليجرام متقسم برضو كده الدروس متقسمة بشكل يبيساعدكم انتم تلاقوها بسرعة هتلاقوا كل اللينكات موجودة تحت اي فيديو من الفيديوها بتاعتي هفكركم بحاجات بسيطة من درس ازاي نتعلم صح طبعا بنحط ورقة تحت ايدينا عشان ايدينا ما تبهدلش الالوان وتدخل الالوان حاجة على حاجة لما ايدينا تبقى فيها لون كده هتبدأ توسخ الرسمة بتاعتنا وفي نفس الوقت هتدخل الالوان على البعض يبقى شكلها مش لطيف بنلون كله في التجاه واحد ما نحاول ما نخرجش برا ما نسيبش اي فراغات وحنا بنلون نبقاش في فراغات بيضة كده في التلوين هسيبكوا بقى مع التلوين بتاعنا بس طبعا انا بفكركم ان السحاب بتاعنا بيبقى لونه ابيض ازاي هنخليه لونه ابيض احنا هنلون السماء حواليه وهيفضل هو باللون الابيض ممكن تحطوله خط بسيط كده لبني زي ما انا حطيت لكن السحاب في المجمل لونه ابيض عشان في ناس كتير منكم بتلونه باللون اللبني او الازرق وده مش صح السماء هي بتبقى من تلونه والسحاب بنسيبه ابيض البللين تقدروا تلونه بالالوان اللي انتو تحبوها انا اخترت الالوان دي تقدروا تختاروا الالوان على زوقكو وتحطوا فيها بقى شخصيتكو والوان كل اللي انتو بتحبوها ما فيش اي مشكلة خالص بالنسبة لي زي ما اتفقنا انا مسرع الفيديو انتو خدوا وقتكو خالص في التلوين وعلى مهلكو وكل ما بنلون بالراحة وعلى مهلنا كل ما الالوان بدعتنا بتبقى شكلها احلى وبتدينا نتيجة حلوة في الاخر وما تنسوش هقول لكم على مفاجأة حلوة جدا في اخر الفيديو بعد ما نخلص الوان اشتركوا في القناة شعر الكلاون ممكن يبقى أورنج زي ما انا عملاه ممكن يبقى أحمر ممكن يبقى أصفر ممكن يبقى ألوان كثير في بعض برضو دي حاجة ترجع لكم انا بقى أحاول ما تكلمش تاني غير بقى مخلص تلوين هسيبكو بقى تتفرجوا على التلوين وزي ما قلتلكو الالوان برضو في حاجات دورة تلونها بقى الوانكو المفضلة مش لازم تلتزموا بالالوان اللي أنا ملونها هرجع لكم تاني هقول لكم على المفاجأة وهقول لكم نعمل ايه بعد ما خلص تلوين إن شاء الله شكرا 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 المفاجأة بتاعتنا ان احنا ان شاء الله في مسابقة في اجاس نوس السنة دي على الرسمة دي هتلاقوا كل التفاصيل موجودة على الصفحة على الفيسبوك او على الجروب على الفيسبوك دخلوا بسرعة وشوفوا ايه التفاصيل وايه المطلوب للمسابقة عشان تكسبوا ان شاء الله معايا استنية تبقاتكم استنية رأيكم في فيديو تحت في التعليقات اشوفكم في فيديوهات تانية على خير بازن الله اشتركوا في القناة